ترجمة نانسي قنقر في وزيرة اليوم العالمي لذوي الإعاقة أكد الوزير النعيمي أن المدارس في وزارة التربية والتعليم تضم في الوقت الحالي 946 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة والذين يواصلون تلقي الخدمة التعليمية المناسبة في ظل ظروف صحية راهنة لضمان عدم تعثر برامجهم التربوية في فترة الجائحة وأشار الوزير إلى أن التوسع مستمر لسعاب هذه الفئة من الطلبة حيث تم افتتاح صفين لذوي إضطرابات التوحد في العام الدراسي الحالي ليرتفع عدد المدارس المخصصة لدمجهم إلى 21 مدرسة ابتدائية وإعدادية وضح الوزير أن الألية المتبعة للتعامل مع هؤلاء الطلبة خلال فترة الجائحة ترتكز على الدروس الإلكترونية المصممة وفق معايير تراعي قدرات الطلبة وظروفهم الصحية ومتابعة الطلبة من خلال معلمي التربية الخاصة ووضع معايير التقويم التربوي الملائم لهم في ظل الوضع الصحي الراهن